اه السلام عليكم جميعا. اه شكرا طبعا الاستاذي الدكتور حسن على التقديمة الجميلة دي. وطبعا باشكر دكتور اه عماد بي بلح على الدعوة. اه الحقيقة موظفتنا موجود مع حضراتكم. اه زي ما قال دكتور حسن احنا عندنا مشكلة كبيرة في يعني في التعامل مع حالات اللي بيجسر كبين. العينين دول نتعامل معهم ازاي نعمل لهم منظر ولا ما نعملش. طبعا السيت وهي بتلف كتير يعني. الحقيقة اه راحت لدكتور اه مهم وكبير جدا. وكانوا قالوله ان احنا لفينا كتير زي ما كتور حسن قال. وطبعا دي بتبقى النظرة بتاعت اي حد بنتكترك كبار لما بيقولوله احنا لفينا ودخنا. وحضرتك طبعا الايه? فبيعود القعدة اللطيفة دي. وبعدين قالوله في في الاستقبال يا دكتور قالولنا ان احنا محتاجين نعمل اه منظر. فده كان بتاع الدكتور. منظر ازاي العيان منظر العيانة بتاعكم هتتخرم. دول عايزين يقدم منكم فلوس. اه الحالة مش مستهلة. وهنكمل على نفس العلاج اللي دكتور حسن قال عليه ثاني وثالث ورابع. ومي بي ان احنا نبعت نجيب اعلاج من برا. طيب احنا قولنا نسأل نفسنا سؤال. العيانة اللي عندها ديسبيبسيا ممتتحسنش على الدواء. احنا نقدر نسأل نفسنا نعمل لها منظر امتى ولا لأ? فالاسي جي جايد لاينز جاوت لنا على السؤال ده. قالل ان العيان بتاعنا لو اكتر من خمسين سنة لو عنده فاميلي هستوري اف ابر جي اي ماليجنسي. اه في الفلس لو هو عنده لو في بليدينج او في ايرن ديفشنسي انيميا. لو في ديسفيجيا. لو في اودينوفيجيا. لو في برزيستان فوميتينج. لو في ابنورمال ايميجينج. يبقى لازم ندخل نعمل اه منظر. الحقيقة العيانة دي فعلا مشابهة للسيناريو ده وده كانت موجودة عندنا فعلا في الاستقبال. واحنا قررنا ان احنا ندخل نعمل لها منظر في عندنا في شبيني التعليمي تقريبا في التاريخ ده فعلا. ولقينا ده تقريب المنظر اللي كان موجود ان العيانة فعلا كان عندها جيرد كلاس ايه? وكان عندها موتل دميوكوزا في الاستومك. وعندها ايه? عندها اه بوليب موجود في الانترا الاريا. فهل البوليب والانترايتس يعمل بين ولا الجيرد اللي يعمل بين? زي ما دكتور حسن كنا بنتناقش قلنا الرفلاكس ما بيعملش بيجسر بين دكتور حسن. لازم يكون في حاجة في الاستومك عشان تعمل بيجسر بين. فقررنا ان احنا نعمل المنظر للعيانة. ده المنظر واحنا دخلين. وبعدين لقينا الحاجة الزريفة دي لقينا انترا ال بوليب. السؤال بقى في الانترا ال بوليب. هل ده يعمل بيجسر بين وانيميا وانريزولفت? يس يعمل? طب هناخد منه اه بيوبسي ولا هنشيله ولا هنعمل في ايه? لو في حد معي اي بوليب موجود هناخد بيوبسي ولا نشيله ولا هنعمل ايه? اي بوليب? قبل ما اشيله. بعد ما بشيل البوليب ممكن ما لقاهوش تاني. وبالضيعتها فرصة ان يعملوه فانت اخد منه بيوبسيز الاول وبعدين شيله طبعا ايه بوليب دي يعني. طيب يعني انا بينفعش اسيبه من غير بيوبسي. لازم اخد بيوبسي. طيب. احنا خدنا بيوبسي وده كانت طلعت النتيجة اللي احنا بعتناها للمعمل. كان طالع فيها في الغالب كانت ايتش بيلوري والبيوبسي اللي احنا خدناها من طلع انه هو ولكنه فروحنا سألين نفسنا سؤال هو ايه موضوع دي يعني دي اخبارها ايه شكلها ايه نوحها ايه فانتكلم شوية على الجاستريك بوليبس. الجاستريك بوليبس في تسعين في المية من الحالات ودايما في الغالب باكتشفها بالصدفة وانا بعمل المنزار وفي الغالب الجاستريك بوليبس كالعادة ببتجيبش سيمتومز. ولاي الاول ان يحصل معها سيمتومز. كان بي بريزن ممكن تيجي ببليدنج. ممكن تيجي بانيميا. ممكن تيجي بابدومنا البين. او لو هي كبيرة او تيجي بجاستريك او تليت اوبستراكش. على الرغم ان او طايبس او بوليبس في الاندوسكوبي لكن انت ما تقدرش تستبعد للديسبليزيا عشان كده لازم تعمل هستولوجي. وعشان كده القاعدة الاولانية بتاعتنا النهاردة زي ما قاله الدكتور احمد زير فول عشان تشوف فيه مليجنانت ريسك ولا لا. ماينفحش اشوف في المنزار واسيبه وامشي اقول انا خايف من البليدنج هاخد بوليبس هاخد بايوبسي فيحصل بليدنج للعين. لا لو انت خايف من البليدنج اعمل بتاعك مصبوط وبعد كده اخد البايوبس. تقريبا موجودة في ستة في المية في كل العينين اللي بيعملوا منزار في الولايات المتحدة. الهايبر بلاستيك بوليبس والادينومتس في الغالب هما في الاماكن اللي فيها اتش بيلوري انفكشن. في الوستن الكانتريز وير دا بريفلانس في اتش بيلوري انفكشن is lower and the bb i use is common. the most commonly انكانتري بوليبس بيبقوا في الغالب الفندق جلاند بوليبس. على الرغم من كده الدياجنوزيس والقبر بيتمانيج منتف جاستريك بوليبس مهمين جدا عشان في بوليبس كتيرة لها مليجنانت بوتينش. سم بوليبس انفكشن of genetic disease and may also indicate an increased risk of intestinal or etc. intestinal malignant. مش لازم يبقى الماليجنانس موجود في الستومك او في الابدومن لكن ممكن موجود في مكان تاني. على الرغم من ان some bulips express other pre-cancerous condition of the stomach. include colonic atrophic gastritis وانتستينال میتابليزي. طب ايه هي الاسباب او الشائعة بتاعة او الحاجة طبعاً البرنيشوس انيميا زي وكمان زي الامي برازول. طب هتتقسم ازاي? زي اي مكان? ايبثيليل ولا ايبثيليل? هتتقسم للأيبثيليل بوليبس وللنون ميكوزل انتراميورال بوليبس. الابثيليل بوليبس فيها الفاندج جلانز الهايبر بلاستيك الادينوميتس الهامرتوميتس بوليبس ودي فيهم الجوفينايل والكاودين سندروم وفيه بوليبوزيس سندروم زي الجوفينايل والفاميليا الادينوميتس بوليبوزيس. وعلى النحية الثانية عندنا النومييكوزل انتراميورال بوليبس الجاست ليو مايوما الانفياماتي فايبرويد بوليب الفايبروميوما والليبومة لغاية النيورو اندكرين بوليبس. الحقيقة انا يعني حبيت في المحاضرة ان احنا نجيب بس بعض الاشكال للبوليبس كده ونشوف احنا ممكن نتعامل معهم ازاي من ناحية احنا اتفقنا خلاص ان احنا هناخد بايوبسي طب احنا هنشيل والهنعمل فولو اوب وكمان يبقى عندنا بعض السؤال للبوليبس عشان لما نشوفها نبقى كريين الشكل بتاعها اخباره اياه. الفوندج جيلاند بوليب ده بيبقى المنظر بتاعه ده كومن في الوستن كونترس حوالي سبعة واربعين في المية. السايت بتاعه بيبقى في الجسر بوديو في الانترام والسايت تقريبا بيبقى اكبر من واحد سانتي والبوليب ده مش محتاج فلو اوب. عندنا الهايبر بلاستيك بوليب وده اشهر واحد فيهم زي ما قلنا ان هو بقى موجود في الارياز اللي فيها اتش بايلوري. في الارياز ود اتش بايلوري هايب ريفلانس است مور دان وست. السايت بيبقى في الانترام. مالتي بوليبس في البودي. تقريبا من نص الواحد نص سانتي والبوليب ده لما تشوفه لازم يحصل له لو هو ديس بلاستيك. احنا هناخد بايوبسي لو لقيناه ديس بلاستيك هنشيله. ده موجود في واحد في المية اوف جاستريك بوليب وفي حوالي خمسة وعشرين في المية اوف جاستريك بوليبس. السايت في الستومك. وده لازم يتشال بالمنزار بعد واحد جير. النوع التاني ده اكتر موجود في الكون زي ما كانت ترحمة بيتكلم في الريكتم. طيب انت جايبه ليه في المحاضرة بتاعتنا? لان هو موجود تمانية وتسعين في المية. والحالات اللي فيها جوفيناي البوليب في الريكتم وفي الكولوم فيه اربعتاشر في المية منهم بيحصل له جوفيناي البوليب في الستومك. عشان كده لازم يتعمل له سن تمنتاشر سنة. ويتعمل له بكل تلات سنين. ده جاستريك بوليب اكتر من واحد صمتي ولازم يتشال. بيتكرر كتير. واندسكوبيك فلو اب. للباقة. ده ريسك فيه واحد في المية. وده العلاجه الوحيد ان انت تعمل للإدش بيلوري ومش محتاج يتعمل له منزورتي. ده بيبقى الشكل بتاعه. ونيجي بعد كده للنون ميكوزل انتراميورال بوليبس. هنلاقي فيهم جاستريك نيورو اندكراينت يومرز. في منهم تلاتة طايب. في طايب فيه اتروفج جاسترايتس وبرنيشاس انيميا. ده بيبقى سمول اقل من واحد صانتي في البودي وفي الفندس. وده لازم يتشالوا اكتر من واحد صانتي وتعمل له في البوليب اللي بيبقى موجود مع زولينجر والمين سندروم. ده اقل من واحد صانتي وموجود في البودي وفي الفندس. وده لازم يتشالوا اكتر من واحد صانتي وتحصل له برضو وفيه النوع التالت اللي بيبقى في الغالب السوليتري وفي الغالب بيبقى اكتر من اتنين صانتي وده لازم تشاور فيه جراح ويحصل له ومعاه لينفنود دايسكشن. الانفلاماتري بايبرايت بوليبس ده جاستريك بوليب اكتر من واحد صانتي ولازم يتشال ولازم يتعمل له ريجولر انتسكوبك فلو اوب اندي انيوال سكيرينينج برضو للادر ساسبيتابول آآ اوريجنز. الجاست. جاسترو انتستاينيال استرومال تيومر ده واحد من اشهر بتاعتنا ولو الشكل المميز اللي الناس بتشتغل مناظير بتشوفه كتير. ده موجود في الاستومك. بتاعه اقل من اتنين سونتي وده في الغالب سيرجيكا ريسكشن وانوال فلو اوب. ساعة ديسة بنتكلم دلوقتي في حالات الاس دي هلنعرف نشيله ولا لأ? لكن لغاية دلوقتي ان الجسد لازم تشاول فيه جراح ويتشال آآ جراح. الاكتوبك بنكرياس اللي بشتغل مناظير كلنا بنشوف المنظر ده كتير. موجود دايما في الانترام. بتاعه من نص الاتنين سونتي ولازم يحصل له فولو اوب برضو ريسكشن. احنا هنا الجراحين معانا في اكتر من بوليب. اللايبوما. دايما باللور جي اي تراكت. انت جايبه هنا ليه? لانه برضو بيبقى موجود في الاستومك. لكن لو شفته لازم تبص عليه هل هو هيحصل فيه ماليجنان ترانسفورميشن ولا? ده كلام برضو آآ فيه كتير. اللايوميومة ده ريبرزينت اتنين ونص في المية في الجسر كنيوبلازم وشود بيريسكتد لازم يتشال على طول. وبعد كده عندنا نيوروجينيك آآ فيبروما والفايبروميومة. وفيه ودي برضو حاجات محتاجة اندوسكوبي عشان تبقى عارف وانت بتاخد بايوبس هي دي اللي فيها مشكلة. انت هتقدر تشوف البوليب ده باسكولر ولا لأ عشان تعرف تتعامل معاها سواء بقى او الكوروموفوب اندوسكوبي او الهاي ريزوليوشن اندوسكوبي. لو احنا لخصنا لشوية الحاجات الصغالة اللي انا قلتهم دول. لو احنا عندنا اللي هو بيبقى من واحد لخمسة سانتي ده هتاخد منه بايوبسي ومش محتاج فوله اب. فميليا الادينوميتاس بليبوزيس تاب ايوبسي وف دا بوليب اندريبيت المنزار كل سنتين. لو هايبر بلاستيك بوليب اللي هو اشهر واحد عندنا بنشيل البوليب لو ديسبلاستيك وبنعمل ارادكيشن للاتش بيلوري وبنتابع العيان بعد وان يير. لو في ادينومة هنشيل البوليب وناخد سامبل اوف جاستريت ميوكوزة وتابع المنزار بعد سنة. لو انفلاماتري فيبرايت بوليب هعمل بايوبسي عشان كونفيرم النيتشر اوف دا بوليب واشيل المنزار لو هو عامل آآ كوزينج اوبستراكشن ومش محتاج فولو اوب وكذلك الفاميليا الادينوميتاس بليبوزيس كل سنتين باخد باخد بايوبسي بشيل البوليب وبعمل متابعة البيتس جوجر زي ما قلنا الجيفوناي البوليبوزيس والكاودنس سندروم زي ما اتفقنا عليه. لو انا هتلخص الكلام اللي احنا قلناه في العيانة الديسبيبسي بتاعت الدكتور حسن واقول الاستي جي جايد لاينز قالت ايه? احنا بالصدفة لقينا ان العيانة دي طلع فيها بوليبس وشرحنا بعض الانواع وهو طلع هايبر بلاستيك بوليب واحنا شرناه وحلناه طب العيانة دي اللي فيها الدسبيبسيا لو السن بتاعها اكبر من خمسين سنة وفيها الارم سيمتم زلوناها في الاول ياس ولا نو لو هو ياس هعمل المنزار وهعمل اشوف آآ ايه واشتغل عليها احنا في الحالة بتاعتنا تلاقي ان هو فيها طيب لو هي نو بعمل تست للايتش بايلوري وببدأ اشتغل عليها سواء بقى هدية ولا لأ زي ما دكتور حسن قال في الاول لو فيه امبروفمنت ولا فيه امبروفمنت لو فيه امبروفمنت هعمل المنزار وارجع ادور للقاعدة بتاعتنا تاني ابل ايباليويت فور اذر كوزيس دياتري موتيفكيشن ممكن ادي تراي سايكليك اس اس ار اي سايكولوجيكال ثيرابي برو كينيتك وكمل الموضوع بتاعي it might take home message management of patient in whom a gastric polyp has been detected بالمنزار must include typing of the lesion by histology and assessment of dysplasia most gastric polyps are benign and they need minimal intervention or follow-up however some types of gastric polyp have significant malignant potential and it is the time responsibility to ensure that such polyps are identified and managed appropriately and thank you